بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان أهلاً ومرحباً بكم كاسك يا أهلي إن شاء الله كاسك يا أهلي المكسب دايماً هو عيش جماهير النادي الأهلي حصد البطولات تحطيم الأرقام القياسية هي الهدف لكل أهلاوي لكل منتمي للنادي الأهلي وزي ما عودنا النادي الأهلي دايماً في إسعاد غالبية الشعب المصري العظيم بننتظر كلنا لنهاردة حصد السلاسية التاريخية بعد الفوز بكأس مصر للمرة 37 وتحقيق رقم قياسي جديد يضاف لأرقام النادي الأهلي القياسية بعد الفوز ببطولة الدوري وبطولة الأبطال الأفريقية ويتبقى في الحصاد الرباعية والخماسية بمشيئة الله وأقصد بهم السوبر الإفريقي والسوبر المصري وتحقيق رقم قياسي جديد إن شاء الله أعتقد من وجه نظري إنه لم يتحقق من قبل ولكن الأهلي قادر على تحقيقه إن شاء الله ومين غير الأهلي اللي يقدر على تحقيقه وكلنا سيقى النهاردة إن شاء الله في نجوم الأهلي على تحقيق هذا الإنجاز ونعمل إيه؟ هو ده قدرك يا أهلي أنت اللي طمعتنا أنت اللي خلتنا دايماً متعودين على حصد البطولات أنت اللي عاوتنا على اقتناس الكؤوس أنت اللي عاوتنا على حصد الألقاب سواء محلياً أو قارياً أنت اللي عاوتنا على كل ده أنت اللي عاوتنا على كل حاجة حلوة بعد ما فرحتنا القرن الماضي بلقب نادي القرن عن جدارة واستحقاك أنت حتى الآن تتربع يا أهلي على عرش حاصدي البطولات عالمياً بعد الفوز بـ 43 بطولة منذ بداية القرن الـ 21 حتى وقتنا هذا يعني في 20 سنة فقط يأتي في المقدمة النادي الأهلي بدون منازع بـ 13 دوري و 5 كاس مصر و 11 سوبر مصري و 7 دوري أبطال أفريقيا و 6 سوبر أفريقي و 1 كونفدرالية أفريقية ويأتي من بعدك يا أهلي باير ميونيخ الألماني بطل أوروبا بـ 42 بطولة إن شاء الله النهاردة إن شاء الله تكون النهاردة البطولة رقم 44 لتواصل تربعك على القمة كما عودتنا وعهدناك دائماً مصدر الفرحة والسعادة لنا جميعاً ولا توجد حياة بدونك يا أهلي النهاردة إن شاء الله حنلعب نهائي كاس مصر على اللقب الثالث وهناك لقب آخر نتمنى التتويج به في شهر ديسمبر إن شاء الله وهو السوبر الأفريقي عندما يلتقي النادي الأهلي مع نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر وهو الموعد المقترح له حتى الآن لكل عشتاء النادي الأهلي اللي بيقولوا بصوت واحد وأنا معاهم أهلاوي أنا والفخر إليه ترجمة نانسي قنقر